بنجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية في صباح العالمين مبارح كان فيه زيارة مهمة جدا لمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي والحقيقة اللي هي رصيد وباع طويل جدا في العمل الخدمي في مصر استمرارا لزيارات وجولات السادة للوزراء في حكومة معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لمدينة العالمين الجديدة والحقيقة ان وجود الوزراء على الارض مع الناس عشان يشوفوا اللي بيحصل على مدينة العالمين الجديدة ويشوفوا اللي بيحصل في فعاليات مهرجان العالمين في منتهى الاهمية لأكتر من سبب الحاجة الاولانية فكرة التكامل بين كل المؤسسات وبين كل الوزرات لان كل وزارة لها شغل على الارض وليها تفصيل يعني مثلا دكتورة مايا مبارح وهي بتزور حتى كنا موجودين في الشاطئ اللي احنا موجودين فيه لهوا واحد من الشاطئ المجنية في مدينة العالمين الجديدة لذوي الهمم وللطلبة وجهت لمعاونيها ان يبتدي من دلوقتي حتى ما يستنوش للسنة اللي جاية ان يتم ترتيب زيارات للدور برفقة المشرفين على هذه الدور للشاطق ده عشان تلحق تستفيد بفعاليات مهرجان العالمين دي نقطة في غاية الاهمية لما انت تستغل الحدث اللي موجود دلوقتي والفعاليات اللي موجودة دلوقتي عشان تقدر تحقق منها اكبر مكاسب ممكنة كل وزارة فيما يخصها وده ياخدنا نقطة مهمة جدا تخص المتحدة للخدمات الاعلامية بحيال جهد المبزول من الشركة المتحدة جهد عظيم عشان كده حتى في خلال هذه الزيارة وبوجود العضو المتدب ورئيس التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الاعلامية السيد عمر الفئي برفقة معالي وزيرة التضامن الاجتماعي وجه توجهات كتيرة جدا في مساعدة اي زيارة جاية من هذه الدور عشان يتم اسعاد اخواتنا واهلينا وولادنا اللي يقدروا ييجوا هنا ويستفيدوا من هذا الشاطئ المجاني اللي ناس كتيرة جدا ما كانتش تتخيل او تتوقع ان ممكن يكون موجود فيه شاطئ مجاني فيه مدينة العالمين الجديدة الوزيرة كان لها جولة مبارح في مدينة العالمين جولة موسعة شافت الفعاليات شافت ايه اللي بيحصل فيه مهرجان العالمين الجديدة ووجود الوزراء وجود المسؤولين على ارض الواقع لما بيتواصلوا مع الناس مع المواطنين وطبعا ما شاء الله ربنا يحبب يعني خلقوا فيه دكتورة مايا كل الفتاة والشباب تتصوروا معاها وكانوا حابين وجودها على الارض في منطقة الفعالي حتى هنا في المنطقة اللي جنبنا بتاعت السبورتس ارينا وتصورت مع الشباب لما بتسمع منهم كلامهم واقتراحاتهم وحتى لو عندهم شكوى ده بيخلي حل الموضوع اسرع بيخلي المقتراحات اكثر واقعية لان هي بتبقى جاية دايركت من المواطن كمان بتشوف ايه السبل اللي هي تقدر كوزارة سابقة وزارة تتضمن الاجتماعي او غيرها من الوزارات ان هي تقدر تساعد بيها على نجاح فعاليات المهرجان وكمان على استخدام وعلى استغلال البنية التحتية اللي موجودة والجمال والحلاوة اللي احنا شايفينها في مدينة العالمين الجديدة تعالوا نشوف تقرير عن جولة معالي وزيرة التضمن الاجتماعي دكتورة مياه مورسي برفقة رئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة الخدمات الاعلامية السيد عمر الفئي ونرجع عشان معانا ضيف مهم جدا 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 معانا الاعلامي الكبير الاستاذ شريف مذكور خليكم معانا في صباح الاعلامين وصباحكم زي الورد